ازايكم اخباركم ايه رب تكونوا بخير هنتكلم نهاردة عن المواهب في الفترة الاخيرة انتشر اهتمام بالغ بالمواهب المختلفة لدى جميع الفئات العمرية وظهرت العديد من البرامج والمسابقات والورشات اللي بتدعم وتطور المواهب كما ان المواهبة اصبحت انصر مهم جدا بتلتفت الى المجتمعات نظرا لدورها في النماء والاستهار في مختلف المجالات فالمواهبة لها لغة وهبة فطرية ومكتسبة وبتعرف انها قدرات عامة او خاصة بتخلي الانسان مميز عن الاخرين في مجال ما او عدة مجالات وهي بتدل على مستوى عالي من التفكير والاداء ومش بيشترط انها ترتبط بالذكاء الفرد هي اصلها قدرات خاصة بيمتلكها الشخص بشكل فطري وقد تكون قدرات عقلية متبطة بالذكاء او استعادات فطري لاكتساب مهارة 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 اكتساب الاكتشاف المواهب الانسان ممكن يكتشف المواهبة او الاهل بيكتشف المواهبة مواهبة طفلهم في عمر صغير بياخدوا على عطاقهم تنميتها واستغلالها يعني تفضل المواهبة دي موجودة بحاجة لان هم يرعوها ويكبروها داخل الطفل وكثير ما بتكون المواهبة دي مدفونة محدش يعرف حاجة عنها ولا حتى صاحبها بيعرف ان هو بيمتلك وبيعتقد ان هو مش بيملك اي مواهبة وبيحتار في الاتجاه المفروض يسلقه في حياته عشان كده لاسم الانسان يسعى لاكتشاف المواهبة اللي عنده بمختلف الطرق الاسري دي مرحلة اسمها مرحلة التأملية المرحلة دي بيوجد عدد هائل من المواهب اللي قد يمتلكها الانسان عشان كده لابد من ان هو يبدأ باكتشاف مواهبته الخاصة عن طريق حصرها وكمان بيمكن ان هو يستخدم مجموعة من الاساليب التأملية والتخاطبية مع النفس او مع الاخرين للوصول لها ومنها استرجاع ذكريات الطفولة بتذكر الامور اللي كانت بتصير الانتباه عند الطفل اول انشطة اللي كان بيطوق ان هو يعني يشتغل فيها او ان هو يعني يكون عنده شغل فيها وبتصير كمان انتباهه وان هو دايما بيحب يعملها وقت الفراح فدي ممكن تكون الامور يعني او الحاجات اللي بتصير اهتماماته او بتصير فضوله او بيستمتع في ان هو يعني يعملها في وقت فراغه دي بتكون مفتاح رئيسي لمعرفة الموهبة الغير مكتشفة عند الطفل اتباع الشغف والالهام دول المحرجين للقدرات فمعرفة الامور اللي بتحفز الشخص وبتلهمه احيانا بتكون دليل على استعداده الفطري لموهبة ما تحديد الامور السهلة ممكن نحدد الامور اللي الشخص بيشعر بيها بسهولة في عملها واللي مش بيشعر باجهاد او انزعاج لما بيضطر ان هو يعملها قد تكون سهلة لكونها موهبة او ان هو حاسس ان هي موهبة اصلا عنده بيستمتع بيها فبالتالي مش بيحس ان هو منزعج او مدائق او ان هو مجهد هو بيعملها الاستعانة بالمقربين يعني احيانا بيلاحظ الاهل او الاصدقاء وجود بعض الجوانب المميزة في الشخص وبيحصل على المزيح عليه فبتكون الجوانب دي نقاط قوة في الشخص او في الطفل من شغره وفرصة علشان تكون موهبة عنده فيه مرحلة كمان اسمها المرحلة العملية بتبدأ المرحلة الاكتشاف الحاسمة عندما يعني لما بيكون الشخص بيقوم بالممارسة العملية وان هو بيتحرك ان هو يسعى يكتشف الموهبة اللي عنده من الامور كمان المهمة اللي المفروض انه يقوم بيها هي كسر الروتين الانسان او الشخص لما بيمارس حاجة روتينية متكررة لازم يجرب ان هو يبتدي حاجة جديدة وان هو يكتشف الموهبة بتاعته كمان مهم قوي قوي ان هو يتخلص من الخوف الانسان بيعيش بيمتنع كتير او جدا عن تجربة شيء جديد خوفا من ان هو يفشل او خوفا من الانتقاد عشان كده يلازم مهم قوي ان هو يتخلص من الخوف ويبدأ بممارسة كل شيء بيرقب في ان هو يجربه كتجربة جديدة قد تكون احد التجربة ديها هي موهبة الموهبة الضيعة اللي هو بيدور فيها او بيحاول يكتشف تجربة الكتير من الانشطة على الشخص ان هو يجرب انشطة مختلفة وبينتقل من نشاط لاخر عشان يوصل لنقطة يشعر فيها بالسعادة والحماس اتجاه النشاط اللي بيمرش تنمية القدرات القدرات اللي بيمتلكها البعض هي موهبة بتمارس كاروتين الشخص مش بيعتقد انها موهبته عشان كده لما بيناميها او بيلتحك مثلا بدورات تدريبية او دروس ان هو يطورها بتظهر بعد كده الموهبة ان دي موهبة موجودة عنده موهبة مطهونة هو اكتشفها بعد كده هنتكلم عن الاحتبارات والمقييس بتوجد مجموعة احتبارات ومقييس بتجرى عشان الشخص او الطفل يكتشف كلام ده من الطفل من صغره يعني لو حابب يكتشف الموهبة لعب الاحتبارات والمقييس دي بتجرى عشان يكتشف الموهبين يعني يكتشف المواهب بتاعتهم ومنها احتبارات الذكاء الفردية اللي بتقييس قدرة الفرد العقلية بشكل عام ومنها مقييس ستانفورد بنيا ومقييس ويكس لار فيه كمان احتبارات الذكاء الجامعية وهي بتطبق على مجموعة من الاشخاص في الوقت نفسه وبتبين القدرات العقلية للشخص ومنها مصفوفة ريفن التتابعية فيه كمان احتبار اسمه احتبارات التحصيل بتقوم الاختبارات دي على معرفة مقدار استعداد الشخص للتعلم في مجال المهن وفيه احتبار كمان اسمه احتبارات التفكير الابتكاري اشهر اختبار بول تورانس اللي بيقيس قدرات التفكير الابداعي الاربعة وهي الاصالة والمرونة والطلاقة وادراك التفاصيل فيه مقياس كمان اسمه مقياس التأذير اللي بيقوم بالكشف عن سماد التعلم والدافعية والابداعية والفنية والقيادية والمسرحية والتعبيرية والاتصال الفعال وسماد التخطيط طيب ازاي بنعزز وبنطور المواهب؟ المواهبة الوحدها مش بتكفي لازم الفرد او الانسان يعزز المواهبة دي ونحاول نوجيها بالشكل الصحيح عشان تصبح اكتر ابداع وعطاء وممكن كمان نحقق ده بالانتباه اولا لثقة الشخص بنفسه انعدام الشتقة بيخلق سقف للمواهبة مش بيينميها ومش بيطورها ومش بيخالين هو ممكن يخترقها فلابد ان هو يبادر الشخص ويكسر حاجز الخوف من الخطوة الاولى ان هو يبدأ كمان يحاول ان هو يتخطى العقبات والمشاكل اللي بتوجهه كمان مهم ان هو يمتلك الشخص الشغف نحو المواهبة اللي عنده لان دوت يعني ويبقى فاهم ان هو كده بيمتلك طاقة بتساعده على العمل والتصميم كمان بيستعده على تطوير موهبته وده اهم ما يمكن ان هو يفعله او يعمله الموهوب او ان هو يتضرب التدريب المستمر لان التدريب المستمر بيقضي به في النهاية لان هو بينامي موهبته بشكل صحيح يعني مش بيكتفي بفكرة الهبة او ان هو بيكتفي ان هي موهبة من عند ربنا لا بالعكس كمان بيناميها وبيسعى دايما ان هو يشتغل بجد لتطويرها ولازم يكون الشخص كمان ليه عنده علاقات بتدعمه وبتاخد بيديه من موهبته في اتجاه ايجابي لان الدعم بيأثر جدا في فكرة ان الشخص يكون عنده موهبة كبيرة وان دايماميها ويخاليه عنده شغف اكبر وان هو بيكمان بيحاول ينامي تنمية موهبته مع مجموعة من الاشخاص فالعمل الجماعي عموما بيقوي وبيدعم الموهبة وبيساعد على التخلص من نقاط الضعف فيها دلوقتي نتكلم عن انواع الموهب كل شخص نوعا ما عنده نوع من الزكاة بيترجم على شكل موهبة بينتلكها ومش بتنحصر على انواع الزكاة بالنمط المتعارف عليه من زكاة اكاديمي وعلمي فالعقل يعني اطارات متنوعة ووسعة وبتنعكس على الاداء والمهارات اللي بيمتلكها الفرد وممكن تندرج الزكاءات ديها ضمن سبع انواع الزكاء اللغوي والزكاء اللغوي ده اللي بيظهر على صورة براعة لغوية زي الكتابة والخطابة والصحافة والقانون فيه الزكاء الموسيقي الزكاء الموسيقي زي مثلا شخص بيمتلك قدرة على ادراك الفروق الدقيقة ونماذج الأرحان والإقاعات فبيكون عنده استعداد للتعلم على الآلات الموسيقية او ان هو يغني او اي نشاط مرتبط بفكرة الموسيقى او الاداء الموسيقى الزكاء المنطقي الرياضي بيكون يعني الشخص في الحالة دي بيكون عنده قادر على الاستنساخ والتحليل واستخدام الأرقام للوصول للحلول وبيظهر النوع ده من الزكاء على شكل مواهب هندسية وحاسوبية ومحاسبة يعني نظام فيه رياضة وهندسة وحاسب آلي وهي دي الفكرة يعني بيكون عنده نوع من أنواع الزكاء في النقطة دي الزكاء البصري والفراغي الشخص او الفرد بيستطيع ان هو يتصور الابعاد الفراغية وبيتخيل ترتيب العناصر جواها فبتنشئ عنده موهبة الفنون التصويرية والرسم والتصميم الدخل فيه الزكاء الجسمي والحركي بيتحكم الشخص بحركات جسده وبينصق ما بين الحركات فهو بكده بيمتلك استعداد للتمثيل والرأس وفهم لغة الجسد يعني بيفهم لغة جسده وبيفهم لغة جسد الآخرين الزكاء الاجتماعي بيكون الشخص عنده قدرة اتصالية مع الآخرين وبيستطيع تكوين علاقة قوية ما بين الناس والشعور بالناس وقيادتهم والزكاء الاجتماعي بيشتغل في التعليم والعمل الجماعي والقيادة الزكاء الشخصي بيمتلك الأشخاص في الحالة دي قدرة على التطوير الروحاني وتأمل للذات وإدراك لقوتها في الحالة دي بيكون الشخص متضرب ومحافظ للحياة وقائد روحاني اشتركوا في القناة